طيب قبل ما اطلع الفاصل بكل امانة وبكل صراحة بما اننا نحن دايما هنا بننتقد بعض الاخطاء التحكمية في بعض المباريات ولكن بامانة بكل امانة مباراة مبارحة الاهل والاتحاد السكندري حكم الدولي محمد معروف عمل مباراة ممتازة ما فيش خطأ يسكر يعني ضربة الجزاء الراجل قريب من اللعبة جدا ومجرد ما شاف الالتحام والخطأ احتسب ركل الجزاء حتى الفار ما خدش وقت في المراجعة ضربة الجزاء واضحة وصريحة الهدف التاني بقى مستو كحالة تحكمية انك اديت اتاحة فرصة للعبة جات هدف رغم ان كان فيه فاول كبير جدا واضح جدا في نص الملعب مع محمد فخير بجد بامانة شابول لكل طاقم التحكم ولكن الكابتن محمد معروف تحديدا بما انه لسه راجع من كأس العالم لشاب الارجنطين انا بحييه على ادارته الجيدة لمباراة الاهل والاتحاد وانا على المستوى الصحفي يعني عارف ان الكابتن محمد معروف من الحكام المرشحة لكأس العالم 2026 في امريكا وكندا والمكسيك وبعد كأس العالم اصبحت كل مبارياته بيتم رصدها من الكاف والفيفا لان الحكام الدوليين اللي بيبقوا حكام نخبة او المرشحين للبطولات الدولية الكبرى بيبقى فيه رصد لكل المباريات وحتى هو بيختر اللجان الخارجية بالمباريات اللي بيدرها فيه على المستوى المحلي فانبارح المباراة على المستوى البدني على المستوى الفني كان رائع جدا وعمل مباراة مميزة بالتأكيد والله القصة بالنسبة لنا قطق قيم للأطقم التحكمية ملهاش علاقة بالنتائج حكم اجاد ولعب وحتى لو القالي خسر هنشيد بطاقم التحكم فانبارح محمد معروف رغم حالة القلق عند بعض الاهلوية نتيجة الصوابق المباريات الماضية ولكن بامانة امبارح عمل مباراة كبيرة جدا بنحيي على هذا لده وبنتمنى يا رب يفضل بنفس الشكل وهذه الاستمرارية خلال الفترة اللي جاية